مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام كبار النهاردة عندنا موضوع مهم جدا بنواجه في كل حياتنا تقريبا بشكل يومي النهاردة هنتكلم عن الكدب خلوني في الأول أوضح لكم يعني ايه كدب فحاجة جملة بسيطة جدا هو تزييف الحقائق في الأول أحب أرحب بصارة مساء الخير عليك يا صارة مساء الخير عليك يا فيروز وعلى كل الناس اللي بيشوفونا طبعا زي ما قالت فيروز الكدب ده يعني أبشع صفة ممكن يتوصف بيها أي بني آدم لأنه احنا بنلف وندور حوالين حقيقة واحدة وفي الأول وفي الأخر هتتعرف مهما طالت مدة يعني إخفاء الموضوع نفسه أول حاجة يعني الكذب ده مش حاجة واحدة هو بينقسم لحاجتين وهما الكذب الصفة والكذب المرض الكذب الصفة ده بيكون يعني الكذب اللي هو العادي اللي هو الواحد مثلا أنا نزلة مع صحابي وأنا مش حاب أنزل النهاردة فما بقول لهمش أنا مش عايز أنزل يعني بشكل بشكل واضح لأ بقوم مزيفة الموضوع عليهم ما قول أنا قصة أنا تعبانة قصة ممتي تعبانة وبكذب عليهم وأنا مش مضطرة أن أنا أكذب يعني أنا عندي الأوبشن أن أنا أقول لهم أنا مش قادرة أنزل معاكم فده بيكون الكذب الصفة اللي هو معظم الناس بتستخدمه عشان ما تقعش في مشاكل ما تحطش نفسها في مواقف وحشة بعد كده في حاجة اسمها الكذب المرضي قبل أن ندخل في الكذب المرضي في حاجة مهمة جداً بتستفزنا كلنا أجي أكلمك الصبح وأنا نزلة أقول لك أنت فين يا سارة تقولي لنا خلاص خمس دقايق ودخل عليكي وإنتي تكوني لسه صحية من النوم ولسه نزلة ويعني مش شايفة قدامي والله ممكن نكون مسحتش لسه طب ليه؟ طب ما تأهليني نفسيا أنت أتأخر شوي آه هبقى وقفة مستنياكي هو الكذب بقعادة يعني بقعادة بين الناس بقى الناس تستخدموا لأتفهل أسباب زي ما بقولك أنا مش مضطرة أن أنا أجد بقوله أنا تعبانة ممكن نقولك أنا مش عايز أنزل أنا مش حاب أنزل معاكم بس لأ إزاي لازم نجدب خلينا ندخل في الكذب المرضي الكذب المرضي ده مرض نفسي أنا مش هقدر أقول على الموضوع ده أنه هو هيبقى إنسان غير سوي بس مفيش مبرر أنا بالنسبة لي الكذب مفيش مبرر الكذب المرضي ده أن أنا بكذب على الفاضي والمليان أنا مش مضطرة أكذب أنا ليه مثلا بختلق قصص بألف بألف كأني بألف رواية طب ليه أنا استفدت إيه لما أفضل أكذب 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 بس هو بيبقى مرض بس فت يعني ما بيبقالوش ذنب في الموضوع قوي وبيبقالو علاج يعني المفروض أن هو وأنا بحس كمان وأنا بحس كمان الناس اللي بيبقى عندها الكذب المرضي ده بحس أن هم مفروض يستغلوا في حاجة صح أن هم يقلفوا رواية والله بأتكلم جد خالهم بيبقى ويسر أنا قابلت ناس كتير كبه في حياتي بحس مفروض يقلفوا رواية يعملوا فيلم يبقوا مؤلفين فاهماني؟ ده رأيي حلو استفدنا شوية من الكذب معيني أنا شايفة أنه مالوش فوائد وحاجة مضرة جدا على المشاعر والصحة تفتكري فيه حاجة اسمها كذبه بيضة وكذبه سودة؟ دي حاجة أنا مقبلهاش عن نفسي لأن يعني الكذبه في الآخر كذبه سواء بيضة سودة يعني الرمادي هي كذب في الآخر أنت كذبتي في الآخر اللي قدامك ده تخدع في الآخر أنت خنتي سقط اللي قدامك فيش حاجة اسمها كذبه بيضة أنا بالنسبة لي الموضوع بيبقى يعني أقدر أقول أنه هو حب الزات شوية وأنني أن أنا بدي مبررات لنفسي أصل دي كذبه بيضة أصلها هي مش هتعرف أصلها هي ليه؟ طب هيفرق معها إيه؟ طب ما هي مش لازم تعرف دلوقت عشان بيحصلش المشكلة بس ده مش مبرر والمشكلة أن ده بيقدي أن الموضوع بيتطور والكذب بيزيد والموضوع ممكن بقولك يعني يتطور لدرجة أن المشكلة تكبر وفي الآخر هي هتعرف بس ساعتها مش هتعرف وتسمحك لا هاي تبقى خلاص خلي بالك فيه ناس بيبقى عندها حاسة زيادة عندهم زي حالتي كده أنا كمان بقفش الموضوع هوا أنا على فكرة بقفش الناس من عينيها ندخل بقى في حكة تانية وهي جذب برضو المشاعر اللي بقى منتشر جدا 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 فوق متتخيالي والسبب الرئيسي في الموضوع ده من وجهة نظر ووجهة نظر الناس كتير هو السوشيال ميديا الناس بقت بقت يعني بجد منفقين وبيجذبوا على النت بالكومنتس والمسجز والحاجات دي ليه؟ ليه نجذب؟ يعني بقول لها العظيم بيبقوا في الحقيقة مش طيقين يشوفوا وش بعض يجوا في السوشيال ميديا يا حبيبتي وانت أختي وحياتي وربنا يخليك ليا واي الفكرة ان احنا بنلف وندور في نفس الدايرة بنبرر لنفسنا حاجات طيب ما نقولي الحقيقة ليه نبرر؟ هننقص حاجة لما نقولي الحقيقة بالعكس اللي قدامنا هيحترمنا وهيقدرنا السقة مش هتتهز هيبقى فيه مساحة ان احنا فيه رصيد الرصيد ما بيخلصش الكتب دايما بياخد من الرصيد اللي قدامنا بالزبط بالذات لو كتب المشاعر بالزبط ويكون في علمك بقى يعني الناس اللي بتجذب دي همال على بطال فكيين هما ما بيبقوش مقفوشين لأ هو فيه طرق كتير ان احنا نقدر نقفشهم بيهم خلينا اقولك بقى عليهم اول طريقة ان احنا نقدر يعني نكشف بيها الشخص الكذاب هي البادي لانهش طبعا او لغة الجسد بتلاقيه اول حاجة مش قاعد كده زي ما احنا قاعدين بقايا ريحية وإيدي مفتوحة لأ بتلاقيه على طول منكمش في نفسه كده مربع ايده قاعد ثابت ما بيبقاش قاعد مرتاح ده كده كذاب حاجة تانية بتلاقيه بيتحك وبيتكلم بسرعة جدا ودحكته بتبقى فيك ما بتلاقيهش عينيه ده كالصف رادي بالضبط ما بتلاقيهش عينيه بتتحك معاه حاجة كمان ممكن تلاقيه بيتحرك كتير بيتحرك كتير قوي من دون سبب ليه؟ عسان هو بيبقى متوتر بينقلك انت كمان التوتر عشان ما تركزيش في اللي هو بيقوله بالضبط وبيتكلم بسرعة جدا لانه ما بيبقاش عارف يقول ايه وزي ما انت كنت يقلالي برضو بيبقى ناسين يعني ايه؟ او سهل جدا ان احنا نقفشهم في الموضوع ده يعني انت قلتي ان احنا ممكن نعرف اللي بيكذب عن طريق البادي لينجويتش ولغة الجسد بس احنا ممكن انت مثلا قاعدة عملت قفليمي عليها بقالك ساعة وتحكيلي الكصص بقى وانا ماشي معاك على نفس الخط واجه اسألك فيها انت حكيين انت روحتي فرنسا مثلا وعملتي ومعرفشي اجه اسألك على حاجة بقى في فرنسا مثلا ان انا شفتها بعيني او حد حكيلي عنها الا ايه؟ مش عارف حكي معيني انت لسه حكيلي من زي اه ان انت روحتي للمكان ده نسيتي كدابة بالزبط بس انا المفروض ما تجيش اواجهك في وشك انت كدابة ده رأي مرة دي ولو صفة بلاش يعني مرة واثنين احسسك لا بس احسسك اه التقصير عشان ما تتمديش في الكذب بتاعك مزبوط بس المفروض احسسك من غير برضو يعني ما يكون فيها احراج عليك بالزبط يعني انابهك مرة التانية ابتدأ انابهك بالتفاصيل الصغيرة علشان تقدري او تفهمي ان انا فهمة فمن تستخفيش بعقلي اكتر من كده بس احنا بنتكلم عن الصفة لان الكذب المرة دي يبقى له تعامل تاني خالص بالعكس احنا مفروض نسيسه لحد ما زي ما اقولك لو عنده هواية او عنده طرقة جواه عايز يطلعها في حاجة نخليه يوصل لده بطريقة طبعا استراتيجية كويسة مش ان احنا نحرجه لانه هو ما بيبقاش عايز يجلب عليك عشان يستغفلك لأ هو بيقلف قصص لانه حابب يقلف ومش عارف يحكي المين تفهماني؟ بس فيه ناس بيبقى عندها نقص يعني انا اللي بيقعد يقلف قصص ويامل حقق طبعا لأ مش اللي يفضل يقولك انا عملته وعملته 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 لأ ده كده زي ما انت قلت عنده نقص عايز يحقق حاجات وعايز يباين نفسه انه انه اعلى منك بس مش عارفش يوصل لده بس انا مش مضطرة افضل اباين اللي قدامي ان انا اعلى منه او هو طبعا ما ده ما انت قلت نقص طبعا احنا عاديين اهو يعني هو نقص في الاخر خلي بالك بردو عند الاطفال مش عايزين ندخل في الحتة دي يعني نسيبها للناس المتخصصين فيها اه في بعض الناس يعني انا اخوتي مثلا صغيرين انا كنت الاول الاقي اختي تفضل بقى عمالة بقى تحكي افلام كان عندي بردو اخوي كنتي تتعاملي معهم ازاي لما بيجوا يحكوا لك ستوري بقى وانتي بقوا تصدقين تقطنين وانت ساعت كنت بسمع للاخر وبعدنا انتي عندي اكتور البال قوي لا بس مش مش اوفر يعني كنا عيال برضو يعني كنت عيالة برضو ساعتها اه كنت اسمع وبعدين انتو الفرق بينك وقدي كان الفرق بينك واربع سنين اوكي اه كنت اسمع وبعدين يعني اقوله انه لا الكلام انتو ما حصلش يقولي او انا بحب اقلف قصص ونفسي ابقى اقلف حاجات وامثل كمان فلا ده اللي خلانا اقولك انه ممكن يكون هواية لا بس الاطفال اللي انا اكتشفته بعد كان كنت بتعامل مع اخت صغير كده خالص انا فيه فرق بقى عمر مش 4 سنين اه كنت بتعامل معها بكونسبت انت كدابة انت بتقين كنت عايزة علمها انت صغيرة بس مش عايزها تكبر على كده على كده بالزبط فانا كنت الاول بتعامل معها بطريقة غلط خالص وافضل بقى ازع بقى وتخانق معها في الاخر انا قريب عن الموضوع الاطفال من يتعامل معهم كده بالزبط بيبقى خيالهم واسع شوية وبتبقى نيتهم صافية هما ليه هيجدبوا عليك يعني وبرضو فيه فيه امهات بيتطر عيالهم ان هما يجدبوا من العقبات الصعبة طيب الكتبة هيودينا الفين في الاخر هيودينا في ده يا يعني هيخلي اللي قدامك يفقد ثقة وفيكي مهما سمح حتى لو سمحك هو الثقة تهزت هو خلاص بقى حاسس حاسس بعدم امان معاك ممكن يقدي احيانا ان الشخص اللي قدامك لو مثلا صاحبتك او حتى مثلا خطيبك او كده ممكن في الاخر من كتر ما كده بيعمل حاجة خيانة لكي وخيانة لمشاعرك وصغتك من غير ما يحس مظبوط وقتنا خلص والفكرة خلصت نفصل ونرجع تايمي